عقد وزير البترول والثروة المعدنية طريق المؤلة اجتماعاً مع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني محمد مصطفى تناول خلاله عدداً من الموضوعات الخاصة بالتعاون المشترك في مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي وأنشطة منتدى غاز شرق المتوسط وخلال اللقاء أكد الوزير على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية بما فيها حقها الأصيل في استغلال مواردها الطبيعية وسيادتها على تلك الموارد وفي مقدمتها حقل غزة مرين وأن مصر لا تتوانى عن دعم كل ما يمكنه المساهمة في تنمية اقتصاد فلسطين وأن البلدين يتمتعان بعلاقات وطيدة تدعمها القيادة السياسية في البلدين وتعاونهما معاً تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تتبنى أهدافاً عادلة تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء بها ترجمة نانسي قنقر